بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبائي في الله يارب تكونوا جميعا بخير وصحة وصعيدة وافية وستر من الرحمن دايما يا رب فضلا وليس عمرا ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قناتنا تكبر بيكم إن شاء الله أحبائي في الله هنقول مع بعض النهاردة إن شاء الله دعاء لتيسير الأمور المتعسرة وقضاء الحوائج الصعبة بأمر الله تعالى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من ذوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع صختك رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وإحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل لي من لدنك سلطان النصير اللهم اجعل لي من لدنك سلطان النصير اللهم يا معلم موسى علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني يا الله الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بتاعتك إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني توكلت عليك وفوتت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير بسم الله الفتاح اللهم أرزقني فلاحا في الدنيا ووفقني في أمور دنيايا وأرزقني جنتك في الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين اللهم لك الحمد يا من علم الأولياء والصالحين اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك يا الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن ترزقني علما وفقها وإخلاصا في الدين وأرزقني الفلاحة في الدنيا والتوفيق اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة اللهم سخر لي من يكون لي عوناً على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ونعم النصير اللهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت اللهم ألم لي الحديد اللهم ألم لي الحديد اللهم ألم لي الحديد يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم بلا إله إلا الله اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وإسمك العظيم الأعظم وكلماتك التامة أن تقضي لي حاجتي وتيسرها لي وتبارك لي فيها اللهم حنن علي عبادك وأحبابك وإغنني وإكفني من شرارهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ودود يا فعال لما تريد أغثني 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 يا مغيس يا لطيف اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين لا مانع للشر إلا أنت سبحانك ولا جالب للخير إلا أنت سبحانك لك الصلاة والدعاء لك السمع والطاعة يا أرحم الراحمين اللهم إني أدعوك بإسمي وبإسم كل من نطق الشهادتين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم أعني ويسر لي أمري وفرش كربي وكثر لي في رزقي وبارك لي فيه يا فتاح يا رزاق يا كريم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله العلي العظيم أستغفر الله العلي العظيم أستغفر الله العلي العظيم اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع مال أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي اللهم ارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري والقادر على تفريج كربي وتيسير عصري اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين اللهم ارحم تدرعنا بين يديك وقومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة والقبول عاجلا غير آجلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون يا رب اقضي حوائجنا جميعا ويسر أمورنا جميعا آمين يا رب العالمين ربنا يا رب يقضي كل حوائجنا ويستجيب كل تعواتنا ويوسر أمورنا ويقضي كل حاجة نفسنا فيها يا رب ويرشدنا دايما لطريق الخير والفلاح والرزق ويجعل حياتنا كلها خير ورزق وبركة وسعادة آمين يا رب العالمين اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل حبيبي في الله خلصنا موضوعنا النهاردة ونختم كلامنا بأحب الكلام والذكر إلى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً تسليماً كثيراً صلاةً تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسخى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل زند عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون والحمد لله رب العالمين حبيبي في الله فضلاً وليس أمراً ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان قلتنا تكبر بيكم إن شاء الله يعرق حبيبي في الله أشوفكم قريب إن شاء الله في فيديو جديد وأسيبكم فحفظ الله ورعايته فأمان الله وأبن ما نقفل سمعونا أحلى صلى وسلام على حبيبنا ونبينا سيدنا ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يلا بحفظ الله ورعايته فأمان الله شكراً لكم شكراً لكم